لكل واحد نستمي لإعلان الجديد لشوء الإسكان الاجتماعي لازم تجهز ورقك وفلوسك من دلوقتي لأن الحكومة كشفت عن تفاصيل جديدة حسب ماي عبد الحميد رئيساً دول الإسكان الاجتماعي الحكومة تطرح شوء جديد لمحدود الدخل على نص السنة أما بعدها هنتكلم عن الأسعار فلسا الحكومة محددتش أسعار الطرح الجديد بس الأكيد أنها هتزود الأسعار بسبب ارتفاع وتكلفة البناء وأسعار المواد الخامة زي الحديد والأسمنت وحسب موقع مصراوي في الإعلان التكميلي الأخير المخصص لحاجزي شوء الإعلان الستاشر أسعار الشقة وصلت لخمسمائة ألف وخمسمائة وثلاثين ألف جنيه عادة نقشه على الإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل بتكون عبارة عن نوعين الأولى شقة تسعين متر تلات قوض مطبخ حمام التانية خمسة وسبعين متر عبارة عن غرفتين بتدفع مقدم من خمستاشر لعشرين ألف جنيه مع دفع أقصات كل ثلاث شهول لمدة ثلاث سنين وبعدها بتدعي الحكومة عملية الاستعلام علشان تحدد على المستحقين بيتم تسليم الشقة كاملة التشريب وجهزة للسكان أهم شرط للتقديم إنك تكون مقدمتش ولا استفدت بأي شقة أو قطعة أرض تبعة لمبادرة الحكومة أو عندك شقة أو أرض ملكة كمان لازم تختار شقة في المحافظة اللي انت عايش فيها أو شغال فيها ودلوقتي بقى قولي إيه رأيك في شقة الإسكان الاجتماعي؟ هل شايفها بتساعد الشباب وتحلي أزمة الإسكان في مصر؟ طب إيه ملحظاتك عليها؟ شاركوني برأيكم في التعليقات